محاولات تتزامن مع اشتعال عدد من جبهات القتال بين الجيش الوطني والميليشيات الحوثية خاصة في مأرب في وسط البلاد وكالة دولية أمريكية حذرت من تحركات ميليشي الحوثي الهادفة إلى تحقيق مكاسب عسكرية في محافظة مأرب التي قالت إنها تهدد بعرقلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وكالة بلومبرغ رأت أنه بينما يتزايد الزخم في واشنطن وفي الرياض للتوصل لحل لهذه الأزمة ووقف الحرب يتصاعد القتال في مأرب التي وصفها التقرير بأنها الجائزة الأخيرة للصراع وهو ما يمكن أن يجعل الجهود الدبلوماسية غير مجدية أوضحت الوكالة أيضا في تقريرها أن محاولات الحوثيين السيطرة على مأرب الغنية بالنفط والغاز تصب في اتجاه السعي لتعزيز موقفهم في محلثات السلام المستقبلية الوكالة رأت أن تعقيدات معركة مأرب تعكس المصار الشاق للسلام في اليمن رغم دفع إدارة بايدن بهذه العملية بداية عبر رفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب ومن ثم تعيين مبعوث خاص بلومبرغ أشارت أيضا إلى أن إدارة بايدن تريد إنهاء الحرب التي سببت كارثة إنسانية إضافة إلى تحقيق إنجاز يساعدها في تخفيف نزاعها الأوسع مع النظام الإيراني وعتبرت بلومبرغ أن اليمن أصبح نقطة ضغط لصالح إيران في مفاوضاتها مع واشنطن بشأن العودة للاتفاق النووي تقرير مهم لكنه يصب في مسلمات بديهية تحقيق نصر على الأرض من قبل الحوثيين إن حدث كميليشيا ربما يعقد المصار الدبلوماسي ترجمة نانسي قنقر